ترجمة نانسي قنقر بطولة البحرين للدولية للرجل الحديدية وبالتعاون مع شركة فعاليات واجتملت البطولة على سباحة لمسافة 1900 متر والدرجات لمسافة 40 كيلو متر والجاري لمسافة 10 كيلو مترات وقد شارك بالبطولة عدد كبير من المتسابقين من البحرينيين والأجانب وبلغ عددهم أكثر من 200 متسابق ومتسابقة والذين يطلعون إلى معرفة جاهزيتهم قبل خوض فعاليات بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدية وقدرتهم على المنافسة في البطولة التي سيشارك فيها نخبة من أبطال العالم وذلك في العاشر من ديسمبر 2016 بالبحرين وبهذه المناسبة كان سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة أن هذه البطولة تعتبر بمثابة التجربة الثانية قبل المشاركة في بطولة البحرين الدولية للرجل الحديدية وهي فرصة كبيرة لمعرفة الجهازية الفنية والبدنية للمتسابقين من أجل خوض البطولة الدولية التي سيشارك فيها نخبة من أبطال العالم مشيرا سموه إلى همية معرفة المستوى العام للمشاركين في البطولة وذلك عبر المسابقة الثلاث وتوزيع جهودهم البدنية والفنية لمعرفة مستوياتهم خاصة وأن منافسات السباحة والدرجات والجري تحتاج إلى مجهود مضاعف من أجل انهاء المسافات التي حددتها لجنة المنظمة هذا وكنا سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة أن تجربة أظهرت جهزية عالية لمعظم المتسابقين خصوصا في ظل الأرقام التي تحققت والتي تبشر بمستوى فني جيد وكنا سموه أن نتائج الإيجابية تعتبر من التجارب الناجحة قبل المشاركة في البطولة وذلك لتحديد الخطط الفنية لتحقيق أهدافهم وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة بأن بطولة البحرين الدولية للترايثلون والتي ستقام في ديسمبر المقبل ستكون قوية للغاية في ظل مشاركة نخبة من أبطال العالم في اللعبة وكنا سموه بأنه سيسعى إلى تحقيق أفضل المراكز وأرقام جديدة في البطولة هذا وابدى سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة ارتياحه من النتائج التي تحققت في البطولة بعد مشاركة المتسابقين من البحرين والأجانب ومنتسب فريق البحرين لمعرفة جهزيته من البطولة القادمة كما شاد سموه بالتنظيم العام للبطولة وفي نهاية السباق تم تتويج سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة بالمركز الأول في السباق كما تم تكريم الأبطال الذين حققوا المراكز الأولى بمختلف الفئات بالإضافة إلى تكريم الشركات الرعية والجهة المتعاونة وذلك من قبل الشيخ صغر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحرين لترايثون كما قام سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة بتكريم أبطال منتخب البحرين لترايثون والداثلون والذين سبقوا وانحققوا نتائج ملفتة في بطولة غرب آسيا والتي قيمت في المملكة الأردنية الهاشمية برنامجنا هو التدريبية طبعا نقوم بشبه يعني بروفا للسباق الأيرنمان وأفضل وقته طبعا أسبوعين قبل السباق تجرب طاقتك تجرب قدراتك في السباق بعد السيكل تطلع على الدراجة ومن عقب الدراجة تطلع على الجري لأن عادة نحن في التمارين مو بكل يوم نسوي هذا الشيء فنحتاج إلى التدريب الشبه واقعي وبروح السباق فالحل هذا هو أفضل حل يعلمنا مؤشراتنا وين يعلمنا بالضبط قدراتنا شنهي يعلمك وين الكسور وين لازم تزيد فلله الحمد أكملت السباق صحيح بس الأرقام ما كانت هي الأرقام اللي أنا أطمح لها كنت أقدر أدي أفضل ببعيد في الدراجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر